وزير الصناعة المجلس بالاطلاع على مستويات التقدم في مؤشرات أداء المجلس والتي تشمل مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى صادراتها ونسب التوظيف فيها علاوة على استعراض المبادرات المنجزة بحسب خطة المجلس للأعوام 2018-2022 وخطة عمل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمرحلة القادمة هذا وقد قدم مجلس المناقصات والمزايدات عرضا حول نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية والمبادرات التي يعتزم المجلس لطرحها لتعزيز نسبة مشاركة المؤسسات ورفع مستويات الوعي لديها